مرحبا هذا الفيديو ممكن يكون طويل شوي لكن رح يكون الاهم لالك او ممكن اهم فيديو تشوفه كمتداول او من لحظة دخولك سوق العملات المشفعة طبعا اي شخص بدأ مسيرته المهنية بسوق التداول والاسواق الاقتصادية بهم مشغلة واحدة بس هي التداول وتحقيق مرابح طبعا ما بهم الطريقة او ما بتهم الكيفية تحصيل الارباح او من اي سوق انا مشي تستوفي بمعيارين مهمين اولا تحقق الشروط يلي تبعدك عن المحرمات الدينية حسب ديانتك والنقطة الثاني انه تبتعد عن المخاطر وتبتعد عن النصب والاحتيال وخاصة من الشركات الاستثمارية في بعض الاشخاص ممكن يشوفوا هذا الفيديو يقولوا انه انا عبروج لشركة استثمارية هاد الشي شيلو من راسك انا ما ابروج لهيك منصات النصب واحتيال الطريقة اللي راح شرح لك اياها هي الطريقة الافضل لكسب المال من الاسواق المالية خليني يكمل موضوع الفيديو طبعا صديقائي بهمنا تحقيق مرابح عالية بدون خطورة وحسب الشريعة الاسلامية بالنسبة للي كمسلم النقطة الثانية اصدقائي بهمني انه يكون داخل سوق مالي يحتوي على كريبتو اسهم فوريكس بيحتوي على جميع الاسواق المالية لقدر استفيد بكل ما سبق النقطة الثانية او الثالثة عفوا انه اطور من نفسي انا دخلت لسوق العملات المشافرة طورت من نفسي دخلت لسوق الاسهم للسوق الفوريكس للسوق العقودة الاجلة بالسلاح والسوق الفيوتر الخاص بالعملات المشافرة يعني حاليا انا بتداول بجميع نواع الاسواق المالية هاي النقطة اللي لازم يوصل لها كل متداول اللي هي تطوير من النفس يعني تطور نفسك حتى توصل الى مستوى اعلى تطوير نفسك رح يؤدي ايدا زيادة كبيرة بارباحك هاي النقطة اللي لازم تكون بحسبان اي شخص طبعا زقائي انا كمتداول بتداول بالسوق يبحقق مرابح اكتر السوق هي اللي قدرت عن طريقه اجمع مرابح ومكاسب من هاد السوق خلولي اشيحكم مثال انا كنت داول على العملات المشافرة كنت حققت دخل يومي ما بين الخمسة الى سبعة بالمية من رأس مالي لكن بسوق الفوريكس والدهب خصوصا بين قوسين الدهب قدرت حصل ما بين العشرة الى خمسة بالمية من رأس مالي باليوم انا اصدقائي قدرت ضاعف محفظتي ستة مرات بالشهر هاي الرقم ممكن صعب على اي متداول او من النادر تلاقي متداول يحصل اهيك ارباح طبعا انا بشتغل بدون خطورة يعني صفر مخاطرة ما بشتغل بمخاطرة وضيع رأس مالي انا بشتغل بمخاطرة ضعيفة وهذا الشي اللي خلاني اكسب بدون اي تصفية او بدون اي مخاطرة خسارة من رأس مالي خلوني نكمل موضوعي الدهب اصدقائي بتحرك يوميا ما بين الخمسة الى العشرة دولار بالاوقات العادية اما باوقات الحروب والازمات الاقتصادية والبيانات الاقتصادية مثل التضخم والفائدة والبطلة بتحرك الدهب عفوا ما بين العشرة الى عشرين دولار هذه العشرة والعشرين دولار بتحرك الدهب ممكن اصل على الربح يومي ما بين المية الى الميتين دولار حتى لو كان رأس مالي خمسين دولار او ستين دولار ليش هذا الشي هذا الشي اصدقائي بيسمى اللوت اللوت اصدقائي هي رافع مالية او وحدة قياس تداول وحدة قياس تداول ثابتة لجميع الحسابات يعني للرأس ماله الف دولار ولرأس ماله مئين دولار اذا الاثنينة تندخلوا بلوت واحد بيحصلوا على نفس المربح يعني كأن نفس الشخص اللي معه مئة دولار نفسه معه ألف دولار ما في اي اختلاف في المربح بشرط الاثنين تدخلوا بنفس قيمة اللوت هاي نبطة مهمة جدا يعني ما بحاجة ان احط ألف دولار او عشرة ألف دولار لأوصل لربح يومي مئة دولار او مئتين دولار لا بكفيني ان احط مية او مئتين او خمسمائة دولار لأحصل عن المربح ممكن احتاج لرأس مال عشرة ألاف دولار لحتى حققه من سوق العمالات المشافأة شو هو اللوت؟ اللوت هو واحدة قياس لتداول كل واحد لوت بيساوي مربح عشرة دولار على النقطة الواحدة النقطة هي الرقم الخامس من الأصل لان شوف الدهب الدهب مكوم من أربع أرقام بعد فاصل عشرية ورقمين هاي يعني الأصل مكوم من ستة أرقام الرقم الخامس يسمى النقطة النقطة متغيرة يعني عندي لرقم سبعة نقطة ممكن اذا نزلت او ارتفعت نقم واحد هلا ارتفعت من سبعة الى تمانية ارتفعت نقطة واحدة اذا بدخل انا بواحد لوت بربح عشرة دولار عكل تحرك الدولار هو عشر نقاط السبعة مائة نقطة المية او تسعة الفن هي بتكون ألف نقطة والعشرة بتكون عشرة آلاف نقطة لهيك انا عندي الدولار الواحد على الدهب بساوي عشرة نقاط يعني واحد لوت بيكسب مائة دولار على ارتفاع دولار واحد للدهب يعني عندي عشر نقاط مضروبي بواحد لوت طبعا نقاط عكل نقطة مربح عشرة دولار لللوت الكامل يعني عنكل عشرة نقاط مربح مئة نقطة واضحة وبسيطة جدا النقطة بيسوي مربح عشرة دولار عشرة نقاط بيسوي مربح مئة دولار كان savage مائة نقطة يسوي مربح ألف دولار على اللوت الواحد طبعا اللوت بيتحديده حسب رأس مالك يعني إذا رأس مالك 1000 يفضل تدخل ما بين 5% من اللوت إلى 10% من اللوت يعني 0.05 أو 0.1 من اللوت لرأس مال ما بين 1000 إلى 2000 دولار وكلما زاد رأس مالك يفضل تكبر أو ترفع قيمة اللوت طبعا في منصة تدعم الكريبتو وتدعم الفوريكس داخل هاي منصة هي منصة أكسنس أنا ما بتداول إلا على منصة أكسنس طبعا كيف التسجيل بهذه المنصة سهل جدا جدا رابط موجود أسفل فيديو اسمه رابط منصة أكسنس بتتبص على الرابط بتنتقل للصفحة التالية بعد ما تتبص تسجيل بتنتقل للصفحة التالية أولا اصدقائي بتختار البلد أو منطقة الإقامة أنا مثلا عند موقيم بالإمارات بختار دولة الإمارات وتكمل نموذج تعبئة الإشاء الحساب بعدها بحدد بريد إكتروني يكون بريد إكتروني بيستطيع الوصول ليه ويكون بريد إكتروني موثق وقوي بعدها بيختار كلمة سر كلمة سر لازم تتكون ما بين 8 إلى 15 حرف يعني مثلا أول حرف لازم يكون كبير وبعدها حروف صغيرة يعني مثلا أنا اسمي خالد أو خلينا نقوله عمر تمام أول حرف بيكون كابيتل بعدها بكمل بالأحرف أو بكمل بالإسم بأحرف صغيرة مثلا عمر مثلا بفضل حط أرقام إذا كان تاريخ ميلاد أو إذا كان مثلا خلينا نقول رقم هاتف مثلا خلينا نكتب أربعة أو واحد خمسة سبعة خمسة سبعة وبعدها بكمل حتى أوصل لأدى حد ما بين 8 إلى 15 حرف أنا حاليا كتب تقريبا سبعة فأحتاج حرفين أو حرف واحد فأكتب مثلا جي اتش هيك اكتمل عندي نموذج لتريبة المرور بقدر بمسح وبكمل تجيل دخوله الخانة الأخيرة هي خانة رمز الشريك خانة رمز الشريك هي مهمة جدا 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 هي رمز المكاني الخاص فينا مجرد تنضم للوكالي الخاص فينا فأنت مصنف عن منصة اكسس كعميل منضم لوكالي يعني مجرد ما تعمل حساب على المنصة تتصل فيك رقم من دولة قبرص هذا الرقم هي تابع لمنصة اكسس وأحد أعضاء منصة اكسس بيتواصلوا معك وبيشوفوا شو هي متطلباتك هل عندك مشاكل ويتابعوا معك يوميا حسابك في حال صابتك أي مشكلة أو صابك أي خلل بقدروا بيتواصلوا معك وبيحلولك المشكلة نفسك يعني حتى إذا واجهت صعوبة بالتوثيق بيتواصلوا معك وبيحلولك المشكلة بسهولة يعني بتحصل على ميزات خرافية بمجرد انضمامك للوكالة وغير هيك تدخل لمصابقات وبتدخل لكثير من العروض وجوائز جميلة جدا كونك انت منضم لوكالة رمز الوكالة رح تكون اسفلت الفيديو بعدها بتغطي التالي خلينا معكم ببعض بفراغات بعد ما اكملنا عملية انتقل للحساب طبعا انا قدرت توثق بخمس دقايين كيلا علي اني قدمت الوثيقة الهوية وجه وظهر وقدمت اقامة سكن بتكون رخصة ماء او رخصة كهرباء او حتى رخصة قيادة بعد ما قدم هاي وثائق خمس دقايق بقبل وحسابي طبعا في حال لم يجد اي خلل بوثائق اللي قدمتها اذا كان في خلل بتم رفضه بتكلموا معك على التلفون اذا انت منضم لوكالة بتكلموا معك على التلفون بفهم مشكلة خاصة فيك بيتم قبولك بعد طبعا بعد بتقدر تعمل حساب حقيقي او تجيبي الايداع مثل ما معروف ايداع بالعملات المشفرة وحسابات البانكية طبعا بعد ما توثق حسابك تفتح لك خانة الايداع بالعملات المشفرة بتقدر تعمل ايداع بالبانك كارد يجượngت بضاقوك سبيل المشفرة يج maximize بطاق钧 تيثر تيرخبر المشفرة يجب ان يوم بطاق maintenرا بعد ما würde ايداع بدلا من لاول خلينا نشوف حساب تجريبي او خلينايمكم كيف تفتحوا حساب فتح حساب تجريبي نفسк فتح حساب حقيقي دعوني افتح حساب امامكم اولا بختار الحساب طبعا هذول الحسابات في اللدن طبعا اولويات مثل تخفيض نسبة الرسوم وفهي الكلام هذا لكن افضل شي تخليها ستاندار وبعدها تضغط على متابعة وبعدها بتختار اذا كان الحساب حقيقي او تجريبي انا راح اعمل حساب تجريبي الرافع الملي يفضل تكون واحد على الفين والرصيد طبعا بما انه حساب تجريبي اذا تختار رصيد واذا حساب حقيقي تختفى هاي الخالي انا بدي احدد حساب تجريبي وبعدها اسم الحساب وكلمة تسرط للحساب يفضل كلمة تسرط لانشاته بالبداية راح اعمل كلمة تسر بشكل عشوائي واختار حرف كبير وبعدها بضغط انشاء حساب هيك انا فتح عندي حساب تجريبي هلا حاليا عم يتم اجراء الاعدادات الحسابي بعد ما يتم فتح الحساب تطلع عندي خانة التداول عندي ياما بدي ببط منصة على الميتا تريدر 5 او على منصة اكسنس طبعا منصة الى تطبيق تقدر تداول عن طريق التطبيق بنتقل للصفحة الرئيسية للتداول بهاي البساطة منكون دخلنا عالم الفوريكس وعالم التداول بالفوريكس هون مكان تحديد الشورت او اللونغ صفقات شورت او اللونغ وهون بحدد اللوتات مثل ما حكيت حساب ما بين 1000 دولار الى 2000 دولار بدخل ما بين 0.05 لوت او 0.01 انا بما انه حسابي 500 دولار حساب تجيبه 2500 دولار بختار 0.05 يعني 5 بالمية من اللوت وبعدها بتضغط لونغ لصفقة صعود او شورت لصفقة هبوط بعدها بتضغط تأكيد وطبعا عندي هون الفريمات مثلا انا بتدول على الفريم 15 دقيقة وانا بختار الشموع تكون الشموع المعتادة وهون عندي بيتكوين او ذهب عندي باوند مقابل دولار ويورو مقابل دولار وغير هيك عندي كثير من العملات المشفرة بقدر بالداول عرية مثلا خي اختار عملات رقمية عملات رقمية هذه العملات الرقمية موجودة عندي ولسه كان فيها عملات رقمية مثل XRP وبعض العملات لكن العملات اللي كانت خاضعة الى عقوبات من الولايات المتحدة الامريكية تم حرف ان هاي منصة تعتمد على البورصة العالمية لهيك عندي اثريو و LTC بيتكوين بيتكوين مقابل دهب بيتكوين مقابل فضة وكثير من الازواج التاني الى البيتكوين انا مفضل الداول فقط على الدهب مثل ما شفت امامكم فتحت الدهب بسهولة جدا خلينا نفتح مع بعضنا انا فتحت عفوا لصفقة يورو بروح على صفقة الدهب مثلا انا بدي ادخل 0.10 تمام بدخل تأكيد بيع هيك فتحت معين صفقة بيع على الدهب بقدر بغير الفراغمات ولما بيعجبني المربح طبعا بسكر الصفقة اهم شي انه هذا الحساب حساب اسلامي يعني ما في رسوم تبية صفقات الصفقة اللي بيحصر علي او الربح والخسارة اللي بيحصر علي بغدا بشكل كابر بدون دفع اي رسوم من منصة الا بدفع رسوم انه هو الفرق السعري شو الفرق السعري مثل ما شايفين امامكم في عندي خطين فرق السعري يعني مثل ما انت لما تروح تشتري دهب من عند الصايق بيعلك في سعر للشراء وسعر للبيع ها هي وظيفة منصة او ها هي كمان عمل طريقة عمل المنصة فرق السعري بين الشراء والبيع وهي هي بتكون رسوم منصة تدفع لمرة واحدة يعني تدفع واحد دولار او اثنين دولار حسب قيمة اللوت كل ما ارتفع اللوت زادت النسبة لكن مجرد ما تسكر الصفقة او مجرد ما تدخل الربح وسكرت الصفقة انت هيك دفعت الرسوم وما ما تدفع اي شي للمنصة ما في رسوم تبية صفقة يعني حساب اسلامي 100 بالنية مثل ما عرفنا اللوت يساوي اللوت الكامل يعني واحد لوت يساوي مربح وخسارة 100 دولار للعشر لقاط يعني كل نقطة مربح وخسارة 10 دولار النقطة هي الرقم الخامس يعني بعد العلامة العشرية برقام واذا كانت الاصل مكون خمسة ارقام بعد العلامة العشرية الرقم بيكون الرقم الخامس هو النقطة هذا الفيديو يكون واضح للاشخاص المتدئين بعالم الفوريكس منصة سهلة الاستخدام وبدأ الجميع السجارية عن طريق رابط وكالتنا اسفل الفيديو طبعا في بعض الفيديوهات القادمة طريقة التداول وطريقة التسجيل راح تكون بالشكل منفصل اكتر مع السلامة طبعا في طبعا في طبعا اشتركوا في القناة